اشتركوا في القناة تونس العاصمة كانت في حدود الستة وعشرين ببقية الجهات تراحت بين الثمانية وعشرين واربعة وثلاثين درجة ووصلت تسعة وثلاثين في البرمة مع ظهور أشهلي كانت هناك اليوم شوية صحب عبره في الشمال والوسط وتكاثف تدريجيا بعد الظهر في المرتفعات الغربية وكانت تقسم غيم جزئيا في الجنوب الليلة ثم إمكانية نزول أمتار تكون مرفوقة بخلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط مع صحب عبره في كامل مناطق البلاد درجات الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة في الشمال والوسط وتكون بين 18 و22 ببقية الجهات وتوصل لـ 26 درجة بأقصى الجنوب غدوة إن شاء الله ثم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وثم شوية صحب عبره في أغلب مناطق البلاد نلقاو 27 في زغوان 26 في تونس 25 في نابل 24 في بنزرت 25 في بيجا جندوبة 26 26 كذلك في سيديانا 27 في الكيف 29 في القصرين 30 في سيدي بوزيد 31 في القروان 26 في سوسة والمناستير و25 في المهدية بالنسبة للجنوب في سفاق سوجيب 27 38 في مدنين تطاوين 30 32 في الرماده برج الخضراء 36 33 في كبلي 32 31 درجة بقفصة فيما يخص الملاحة والصيد البحري يتواصل الإعنام ويهم كافة مناطق البلاد الريح تكون من القطاع الشمالي وتتقلص فعليتها أنهار لحد في خليج جيبس في خليج تونس الريح تكون شمالية غربية سرعتها تكون بين 20 و30 عقدة تتقلص فعليتها بعد الظهر تكون بين 20 و25 عقدة والبحر بشكون شديد الاضطراب في مضطرب في خليج الحمامات تتواصل للريح شمالية غربية سرعتها تكون بين 25 و30 عقدة وتصل إلى 40 عقدة في شكل هبايت والبحر بشكون شديد الاضطراب في خليج جيبس ومنطقة الشابة وجربة الريح تكون شمالية شرقية وسرعتها تكون بين 15 و25 عقدة والبحر يكون مضطرب درجة الحرارة ببعض البلدان العربية والأوروبية نواق الشط والدار البيضاء 29 الريباط والجزائر 26 مع بعض السحب 23 في ترابلس القاهرة 31 المدينة المنورة 38 و39 درجة بمكة المكرمة الدوحة والكويت 41 أبوظبي 37 دمشق 25 تقس ممتر في بيروت نلقا و22 عمان 23 و32 في بغداد والقدس الشريف 21 درجة فيما يخص البلدان الأوروبية تقس ممتر في اسطنبول نلقا و17 13 في موسكو فيينا 19 أثينا 26 27 في روما مستردام 19 21 في برلين مع بعض السحب وكوبنهاجن 19 درجة لندن 19 وستوكولم كذلك 19 22 في باريز جونيفو بريكسل 21 مرسيلي 23 مع بعض السحب 26 في مدريد وتقسي كون مغيم 27 درجة في لشبونة توقعاتنا الجوية إن شاء الله للنهارات الجاية نهار لـ 2 درجة الحرارة بيش تعرف ارتفاع تتراوح بين 30 و34 درجة وتكون في حدود 28 في المناطق الساحلية ثم شوية سحب في أغلب مناطق البلاد الريح تكون من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات والبحر بيش يكون قليل الاضطراب في مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية نهار 3 درجة الحرارة تزيد تعرف ارتفاع طفيف ثم سحب تكون بأكثر كثفة في الشمال والوسط الريح تكون من القطاع الشرقي تكون ضعيفة في معتدلة في كامل مناطق البلاد والبحر بيش يكون قليل الاضطراب في كامل مجالاتنا البحرية أوقات الشروق والغروب الشروق بحول الله غدوا يكون على الساعة الخامسة وسبعة دقائق والغروب على الساعة السابعة وخمسة وعشرين دقيقة مزيد من المعلومات والإرشادات تزولوا الموقع الخاص المعهد الوطني للرسد الجوي تبعتوا إرسالية قصيرة ولا تتصلوا بالموازع الصوتي 88-40-4 أسفار نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر